ايام قليلة بقيت امام الكتل السياسية في العراق لانهاء الجدل السياسي الدائر حول تشكيل الكتلة الاكبر في الحكومة المقبلة وما بين حكومة محاصصة جديدة يقودها احد التيارين تحالف المالك والعامري او تحالف العباد والصدر وبين الذهاب الى ازمة دستورية قد تفضي الى حكومة طوارئ في البلاد تشتعل التكهنات المبنية على ما يتسرب من كواليس مباحثات سياسية تحت مظلة ايرانية وامريكية فريق المالك والعامري على ضفة وفريق العباد والصدر على ضفة اخرى يتسابقان لكسب الكتل الكردية والسنية من خلال تقديم اغراءات ساهمت في عرقلة المشهد السياسي بدلا من حلحلته هكذا تقول صحيفة العرب الجديد وتضيف ان الاكراد والسنة اشترطوا على كل الفريقين تقديم ضمانات مكتوبة لعدة مطالب مقابل التحالف مع اي منهما مطالب الكتل السنية تركزت على سحب الميليشيات من شمال وغرب العراق واعادة النظر بالتمثيل الطائفي داخل المؤسسة العسكرية والامنية والمؤسسات السيادية الاخرى وفقا للنسبة السكانية وايجاد حل جذري لموضوع المختطفين والمفقودين واعادة السكان النازحين الى منازلهم ووقف التغيير الديمغرافي في ديالا وبغداد ومدن اخرى من وسط وجنوب العراق اما مطالب الكتل الكردية فدارت حول ملف كاركوك والمناطق المتنازع عليها ورواتب البشمرقة وقانون النفط والغاز والمنافذ الحدودية لكردستان العراق كما تشير العرب الجديد الى ان ايران تحاول اعادة دمج المعسكرين الشيعيين مستغلة عرقلة التحالفات مع الكتل السنية والكردية التي تبحث عن ضمانات تبدو مستحيلة التحقيق في ظل حكومة مقبلة سيقودها احد التيارين الذين تناوبا على السلطة مدة 15 عاما خلفت مشهدا عراقيا كافيا لاضاح مدى جد والضمانات التي تبحث عنها الكتل السنية والكردية